شرفتنا بس بقى بس تفاية كده بس بقى طب فوقيها بس كده هي مالها فيها ايه ايه بقى ليش يا باشا ايه اصلي البنية لسه جاية مصر بقى لها كم يوه بسكوت بسكوت يا باشا عايشة في الخليجمان صغرها ولسه وارد جديد ملكش نعوة بيها احسن نحيات ساعد خليت تنشف الشارع تقول صندس عملت وسوت ما تخفيش يا حج طب كويس بدأت تفوق اه مين فيكو بقى كوريا عبدالعاطي اه 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 ساعد الباشا اللي وقفة قدامك بتنصربك دي وعملها وهي وقربية عهوار عالجين يهدوا البيت على دماغنا من فوق مع انه سكان الأمارة كلهم كل واحد منهم دفع حساته في تنكيس الأمارة حتى السلطة الغربالة دي بتاعت القدرة دفعت انما هيا من الشافها رئينا ومع ذلك كان ساعد الباشا عمدها محل لمواغزة كوافير وبتكسب ياما ده غير ان قراباتها متجوزة أمير خليجي من اللي بينامه على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا شوفك نايمة فطور بيتك يا بعيدة طب انت كويسة دلوقتي اه اه كويسة بعيد انت بس ايه بعيد عنها انت مالكي حاجة فيه ايه هو انت ظابط حقيقي ايه ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون ايه الكلام ده جرية حاجة ما معنيش معنيش يا باشا هي اصلها تعبانا شوية معنيش خليك معايا خليك معايا طب يا نيسة كوريا الاخ سلوما مقدم فيك بلاغ انك بتهددي ارواح خمس اسر لانك مش عايزة تشاركي في اعمال تنكيس البيت ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا ايه مالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل يا خي ارواح ما تلبسك انت امرتك العقربة دي راجل نقص ومعافن صحيح ات راح تجيبلي الحكومة يا راجل يا اسبالة شايفا شايفا ساعدت باشا اللي تقدمها طول 3 سنة تليش عاملة تساعدتك اي اكتبار لا 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 اعوذوا بالله ده تعالى دماغي مفهوقة باش بس هي كل حكاية ايه انا عشرح لك موضوع التنكيس ده هم عايزين مني 10 تلاف جنيه انا الغيرت دلوقتي حوشت منهم كام اربعة تلاف وثلتهمية يعني مش ساكتة بس لو الحكومة يعني مستعوقاني ولا شايف اني مؤسرة لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى من هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس انخرج دي راجل معافن ده برا الموضوع وبعدين انا بقى مني لجو حكومة نستفي مع بعضا هو ايه ده اللي نستفي ايو 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 ساعدت الباش ايو 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 احنا بقى نستنى ونموت لحد ما ساعدتها تحوش الفلوس ولا الحكومة تديها الفلوس وتقصتها عليها الله لا ما تبوت ولا تهولع يانا انت شايف نفسك الكلاس ما اوي يعني وانت حي بس خلاص انا هننتدب الحي وهننتدب لجنة هندسية تيجي تعايني البيت وهي اللي تقولينا هو محتاج ايو في خلالة ده بنت ايه ايه ساعدت الباش ايو ايو ايه 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 ساعدت الباش ايو ايه ده انا جاي بدل ان اقاول تلاتة وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس والاخت اللي واقفة او ده مجدين هي المرزى اللي وقف عنا الحكومة جايبة تقول لجنة ومش لجنة شلية ست لجنة ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وطرموها في التخشيبة شوف يا باشا اهو ما ترويتي مش حاجة من كلاك اهو تعتعرفوني شغلي ولا ايه تفضل اوف برا انت امراتك لجات مكتب المحضر ماشي يا سادة الباشا انا دفعت يا سادة الباشا استنى تفضل يا حاج امشي سيادة الحكومة تشرويه ايه ميا بس مش ساعة ايه انت كايسة دلوقتي الحمدلله احسن تسمي كيه ايه جمالات اسمي جمالات 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 ايه 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 بطن البقرة ايه 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 بسبب الحسابات اللي حضرتك فتحها في ابنك برا واللي انا قلتلك تقفلها مئة مرة وحضرتك مش عايز شكوا ان هايدي ممكن تكون حولتلك جزء من مبلغ على اي حساب من الحسابات دول حسابات هايدي ايه 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 د حلتها حاجة ينفلسة وحلتها نيلة ده رأي سادتك بس مباحث الاموال العامة وهي بتعمل حريتها ده اللي توصلته فطلبت من النيابة تاخد قرار بالتحفظ على الاملاكة والنيابة وافت مباحث شغالة والنيابة شغالة حضرتك كل اللي عملته ودته بنتي بطن البقرة بطن البقرة انا ميش دعو لها بالبقرة ولا ببطنها انا عايز اشوف هايدي بنتي وحشدتي لو سمعتو فين هايدي؟ ايه اما بس اللي طالعنا والا عند ابراهيم انا كنت فوق هتطلع ازاي بس؟ ولا انت هتستعماني يا ولا ولا ايه بالزابط لا ده انا شايفاها بعناي اللي هتاكلهم الدود ده ايه ومسكها وقفشها من رقبتها كده هو بقديا اللي هتاكلهم الدود بالهانة والشيفها ان شاء الله ولما انت قفشتها يا سيت النصحة ما سألتاش هي ليه ايه لا هي كانت هتفوت علي ولا كانت هتفوت علي سألتها يا اخويا قالتلي قال ايه سمعت صوت بنتي عليها من بير السلم قال دخلت تشوف مين؟ ما لقيتش حد دايما دخلت دايما خارج اصلا انا هندي يا اخويا ولا انا مختم على قفايا اه يعني قالتلي كنها ما طلعتش بقولك ايه رايحة شوية كده انا رايح بروفة مع الواد البلاء عشان عندنا فرح كبير قوي اما ادعيلي ربنا يكرمك يا ابني يا رب بقولك ايه انا عارفك الخمسين بول بول استني استني بس ايه مش تفهم الموضوع الخمسين بول بول دول عشاقات الأحلى أمي واخدوا مع الواد النسر تجيبينينا نص كل اللحمة وتزبطيني بقى نفسك كل اللحمة يا اما والنبي الهي يطعمك ما يجوعك ويسقيك ما يعطشك يا رب يا ابني يا حبيبي ربنا يخلي يا ابني مصاريني بقولك ايه واج ايه يا حقاك هو ايه الواد نسر مدلكش من الخمسين جيه بقى اداني مية يا امي خمسين جيبت لابراهيم نص فرخة والبقى جيبت له بيدوة والخمسين التانية هيا في ايديك يا امي في ايه يا سلام يا خويا وانت تجيب لابراهيم كبداك ده ولا ليه ها لما بيقف على العربيته وحط الكبدة في الشاندويتشات ويبحها للناس كان بيديلك حاجة يا اما حرام عليك يا امي دعيله يا اما ربنا يقوموا بالسلامة يا خويا انا قلت حاجة ربنا يقوموا بالسلامة ان شاء الله السلام يا أحلى ام في الدنيا بس أنا مش هيهدى لي بال إلا لما عرف البيت نوالت